أد أسترا فيلم هادي جدا لدرجة انكم لو ركزتوا شوية وانتوا بتتفرجوا عليه هتقدروا تسمعوا صوت دقن براد بيت وهي بتطول موسيقى موسيقى احداث فيلم أد أسترا بتدور في المستقبل القريب وبتحكي قصة مغامرة فضائية رائد الفضاء روي مكبرايد بيتم تكليفه بالسفر لكوكب نيبتن للتواصل مع والده والده كليفرد مكبرايد نفسه تم تكليفه باستكشاف امكانية وجود حياة ذكية على اطراف النظام الشمسي من 30 سنة ولكن التواصل مع المحطة بتاعته انقطع من 16 سنة وتم اعتباره متوفي لحد ما بدأت تظهر موجات طاقة بتضرب الأرض وبتهدد الحياة عليها ومحاولة تتبع الموجات دي قادت للمشروع ليما مشروع والد روي الرحلة طويلة ومليانة أخطار وكمان مليانة بفرص لروي عشان يحاول يستكشف نفسه فيا ترى ايه اللي حيحصل موسيقى اتسألت من فترة قسيرة ليه ما بفضلش الأفلام المحملة بالرمزيات الكتيفة والمعتمدة على الرسائل اللي ما بين السطور وإجابتي كانت اني مش بالضرورة عندي مشاكل مع اللي بيحصل ما بين السطور طالما في حاجات كافية بتحصل فوق السطور قاد أسترا بيمثلي تحدي للنظرية دي فيلمنا بيتناول موضوع فلسفي وعنده رسالة محملة بالرمزيات اللي بتتقدم ما بين السطور أما فوق السطور فعندنا مغامرة متعددة الفصول وبتتمتع بتوظيف رائع للأدوات السينمائية ومع ذلك مش قادر أقول ان الفيلم عجبني أنا قضيت أغلب وقتي من ساعة ما شفت الفيلم وأنا بحاول ألاقي تفسير لده وأعتقد اني لقيته في رأيي أد أسترا بيعاني من مشكلتين رئيسيتين أولا غياب الرابط الكافي ما بين مراحل المغامرة واللي المفروض نستخلصه من كل مرحلة وثانيا قد إيه إيقاع الفيلم بطيء ما هواش هادي ما هواش راسي ما هواش تأملي هو بطيء بطيء لدرجة اني كنت بحارب النوم وأكتر من مرة من المدهش الحقيقة بالنسبة لي إن فيلم مليان مطردات ومعارك وهجمات وصراع لاهث من أجل البقاء على قيد الحياة ممكن يتوصف بإنه بطيء ولكنه كده فعلا ومش بس ما بين اللحظات دي ده أثناءها كمان عارفين المشهد اللي جي في التريلر بتاع المطاردة اللي ما بين مركبتين فضائيتين بيدربوا نار على بعض أهو ده أنا كنت على وشك إني أنام فيه أد أسترا ممكن يكون فيلم معقد بشكل متوسط ولكنه حالة معقدة جدا أقدر أقول أني فهمته بالكامل والحقيقة ده موضوع مش صعب قوي الفلسفة واضحة والرسالة تقريبا بتتقال بشكل مباشر أنا مضطر مدفوعا بالدعاء الشخصي للأمانة إني أقول إني ما استمتعتش بيه ولكني برضو مقدرش أنكر الحاجات الكتير اللي أثارت إعجابي في عوامل كتير حتساعد الفيلم ده على إنه يتميز ما بين كل أفلام الفضاء مخرج الفيلم والمشارك في السيناريو جيمس جري قدر يحقق اللي كلنا كنا على وشك التسليم بإنه مستحيل وهو تقديم أفكار جديدة ومنعشة في الفضاء تحبوا تشوفوا رحلة تجارية للأمر ممكن شكلها يبقى عامل إزاي في إطار جاد لو التكنولوجيا دايما مدفوعة بالأبحاث العسكرية ودايما بتستهدف الرفاهية بمجرد طرحها للعالم المدني تحبوا تشوفوا الدمج ده ممكن شكله يبقى عامل إزاي في الصراع الحقيقي للفضاء طب تحبوا تعرفوا إزاي ممكن تتسللوا داخل سفينة فضائية الفيلم ده بيوريكم إزاي وفيه أمثلة أكتر وشرحة أكتر ولكنهم حيوقعون في فخ الحرق فإن شاء الله حتتكلم فيهم بحرية حرق في الحلقة اللي حتتنشر على بوديو خلال يوم أو اتنين فتابعوني هناك وكل ده بيتقدم في تجربة بصرية مبهرة برزة جدا وملموسة جدا وواقعية جدا وفنية جدا في تفاصيل الإنتاج والتصوير والتلوين وحيبقى عندكم وقت كافي جدا عشان تتأملوها وتتذوقوها لأن كل حاجة في الفيلم بتتحرك ببطء مميت طبعا أنا فاهم كويس إن اختيار الإقاع ده بيخدم هدفين مهمين جدا أولا عكس بيئة الفضاء اللي كل حاجة فيها حتى لو كانت مميتة بتتحرك ببطء وثانيا إعطاء المشاهد فرصة للتعايش مع الحالة النفسية والعقلية البطلمة اللي بيحتضن وبيعاني من الوحدة ولكن البطء ده بيعيق طبقة المغامرة بشكل سيء جدا أنا ما حستش بالإطارة والترقب في أي موقف من اللي الفيلم أقدمهم يمكن باستثناء الموقف الأولاني خالص الحاجة الوحيدة اللي خلتني أفضل مهتم بمتابعة الأحداث هي رغبتي في معرفة مصير رحلة بطلمة سواء في الفضاء أو داخل نفسه وده بسبب أصالة المواقف وسحر التجربة البصرية زي ما قلت وقبلهم طبعا يأتي الأداء التمثيلي لبراد بيت دي واحدة من المرات الندرة اللي بشوفه فيها بيشتغل خارج مساحته المفضلة بيلعب شخصية انطوائية كلامه قليل وعوطفه اللي على السطح قليلة ومع ذلك ناجح تماما في خلق تواصل ما بين المشاهد وما بين أحاسيس شخصيته بأقل التعبيرات الممكنة واحد من أفضل أداءاته بكل تأكيد ولكن ما دنش أنه من النوعية اللي الأكاديمية بتحبها آه ويؤخب على الفيلم كذلك أن تأثير الأدوار المسندة يكاد يكون معدوم قاد أسترا فيلم مهم فيلم أصلي فيلم ذكي فيلم مبهر بصوا أنا موافق على أي وصف إيجابي للفيلم طالما مش هنقول عليه فيلم ممتع الفيلم اختار إنه يبقى مخلص لأجوائه وإدى رحلة استكشاف البطل الأولوية فوق أبعاد المتعة في تجربة المشاهدة وبكده في رأيي هو فشل في إنه يبقى صالح للمقارنة بفيلم زي بليد رونر 2049 مثلا وفي نفس الوقت رفض إنه يلتزم بأبعاده الفنية وحشر سيناريوهات للمغامرة ما كانتش دايما مرتبطة مع فلسفته وبكده في رأيي فشل في إنه يبقى صالح للمقارنة بفيلم زي 2001 أسبيس أوديسي مثلا وده بمسافة كبيرة قوي وأنا أصلا مش واقع في غرامه يعني تقييمي لفيلم آد أسترا هو 7 من 10 وده ممكن يكون أعلى تقييم إديته في حياتي لفيلم ما استمتعتش به أصلا وهي دي منقشة الحلقة إيه هو أكتر فيلم احترمتوه وقدرتوه رغم إنكم ما تقدروش تقولوا إنكم استمتعتوا به لما شفتوه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو باز وباي باي اشتركوا في القناة